طغت الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط على أسواق النفط خشية تعطل الإمدادات في واحدة من أهم مناطق النفط في العالم وسجلت أسعار النفط رابع خسارة أسبوعية لها على التوالي رغم الارتفاع الطفي في العقود الأجلة لخام برانت اليوم وفي اجتماع أوبيك بلاس الأخير أبقى وزراء التكتل على سياسة إنتاج النفط الحالية بلا تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع التدريجي عن تخفضات الإنتاج بداية من أكتوبر وأكدوا على أن قرار زيادة الإنتاج قد يجري تعليقه مؤقتا أو تراجع عنه إذا لازم الأمر